كتابة رواية ريتاج كتابة رواية ريتاج كانت أمر غير مخطط له في حياتي الأدبية كانت لي تجربة سابقة مع كتابي ساراً جهة القلب وكان عبارة عن مقالات ونصوص خاصة بالتطوير الشخصي لم يكن لي أي دخل في عالم الرواية لكن يوم 2 يوليو 2013 كان يوم مؤثر يمكن لمجتمع الإمارات بشكل عام والتي كانت فيه أحداث القضية وأحداث الحكم اللي صدر على أعضاء التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين في هذا اليوم كنت أفكر أن مثل هذه القضية المهمة القضية السياسية والأمنية في دولة الإمارات يجب أن توثق بما هو أكثر من الإعلام المكتوب أو البرامج التوثيقية في التلفزيونات أو القنوات المحلية ففكرت أني أوثقها بشكل أدبي لتحقيق رسالة معينة أن الأسلوب الأدبي أو الروايات هي مثل ما نقول الأسلوب الأمثل للوصول إلى الأجيال الناشئة بحكم أقبال الشباب على الروايات ففكرت أني أبدأ في هذا المجال اللي شجعني أكثر عدم وجود روايات سياسية وأمنية في الساحة الأدبية على مستوى الإمارات فكان هذا حافز إضافي الأمر الآخر أنها قضية بحد ذاتها قضية مثيرة فيها الكثير من المعلومات اللي يمكن ما تم تسليط الضوء عليها بشكل واسع في وسائل الإعلام فقررت أني أبدأ بكتابة رواية ريتاج ويمكن الاسم أيضا ما كان اسم صادم مثل مسلسل خيانة وطن كان اسم اللي يسمع عني يقولنا رواية اجتماعية وهذا كان شيء متعمد بحكم أن توجه الرواية كان للأجيال والشباب فما كنت أتخيل مثلا أن أحد الشباب أو طلاب المدارس مثلا في عمر 15 سنة يصبح معرض الكتاب ويشتري رواية بمسمى خيانة وطن أو مسمى أمن دولة مثلا فكان لابد أن يكون الاسم خفيف اسم اجتماعي وتبدأ الرواية بصورة اجتماعية إلى أن تصل إلى موضوع التحدث عن التنظيم السري والحبكة اللي صارت بشكل عام في هذه القضية وفي الرواية الرواية يعني معظم الأسماء اللي فيها عبارة عن أسماء رمزية هناك بعض الأسماء الحقيقية لكن أنا في الرواية دائما يعني حرصت أني أستخدم الاسم الأول فقط والأسماء شايع بشكل عام فركزت على موضوع الأحداث والمواقب أكثر من تركيزي على موضوع الأسماء لكن اخترت الأسماء بحيث أنها تحمل إيحاء أو تحمل علاقة بمفهوم الرواية يعني اللي قرأوا رواية ريتاج تساءلوا عن هذا الاسم النادر يمكن في مجتمعنا مش وايد منتشر منتشر في دول أخرى بشكل كامل لكن إذا قلنا في نهاية الرواية القراء راح يكتشفون أن اسم البطلة ريتاج كان في صميم عملية اللي صار من ناحية التنظيم السري ورمز لأحد أهم الأحداث اللي صارت سنة 73 واللي ترتبط بتنظيم اللي أخوان المسلمين مش بس على مستوى دولة الإمارات لكن على مستوى دول الخليج بشكل عام أن أكون كاتب رواية سياسية فهذا أمر قد يبدو صعبا نوعا ما بحكم أنها أول تجربة وأدخل في موضوع السياسة وأمن الدولة فأيضا هذا الأمر يزيد من صعوبة الموضوع لكن أعتقد أن القضية اللي تم طرحها هي في الأساس قضية وطنية قبل أن تكون قضية سياسية أعتقد أن وجود السياسة والأمن في الأدب الإماراتي يعني مثل ما نقول أمر واجب أو مهم جدا في الساحة الأدبية يمكن رواية رتاجة تكون أول عمل سياسي في الأدب الإماراتي لكن أعتقد راح تكون هناك أعمال أخرى على نفس المنوان ويمكن أنا يعني واصلت هذا النهج بحكم أنها رواية الثانية لأجل غيث أيضا يعني رواية سياسية أمنية ولو أنها تتحدث عن قضية مختلفة وهي قضية الإماراتيين المنضمين إلى داعش أعتقد أن مسار يمكن نوعا ما يكون مختلف لكن له جمهورة له اهتمام ناس به وأعتقد أنه لها رسالة مهمة أيضا يوصلها لمجتمع الإمارات وأيضا لمجتمعات العربية بشكل عام الرواية بشكل عام يعني ما بقول أنه كان فيه أقبال كبير جدا عليها لكن أنا راضي جدا عن الإقبال الذي صار من بداية إطلاق الرواية أعتقد أنه الذي ساعد رواية ريتاج هو اختلاف طريقة الموضوع اختلاف النص بشكل عام أو اختلاف الفكرة سواء كانت سياسية أو أمنية ووجودها في رواية إماراتية هذا الأمر عطى الرواية نوعا ما من الإقبال من بعض فئات المجتمع في معارض الكتاب بشكل خاص وسائل التواصل الاجتماعي أيضا ساعدت وتساعد أي أديب إماراتي أو كاتب إماراتي أن يسوق لإنتاجاته الأدبية فأعتقد أننا في عصر التواصل الاجتماعي وهذه الوسائل ساعدتنا كثير ساعدتني أنا شخصيا وساعدت كثير غيري من الكتاب على وصول أعمالهم ورواياتهم خارج حدود دولة الإمارات يعني لا توجد صعوبات بمعنى الكلمة لكن يمكن كانت أو كان التحدي الأكبر هو وجود يعني عدم وجود معلومات وافرة عن هذه القضية يمكن في وسائل الإعلام بشكل عام فكان هناك جهد للبحث والتحري كان هناك جهد لحتى قراءة ما ينشره أعضاء التنظيم من خارج الدولة كان هناك حرص أن أحاول أعرف الصغيرة قبل الكبيرة في هذا المجال قرأت فترة عن تاريخهم بداياتهم سواء في الدول الأخرى إلى حين وصولهم لدولة الإمارات قرأت عن بعض الأحداث والمواقف التي صارت حتى في دولة الإمارات قبل هذه القضية في الثمانينات وفي السبعينات فهذه لو أني ما ذكرتها بشكل مباشر في الرواية ذكرت بعض الأحداث التي مرت لكنها أكيد أثرت على طريقة كتابة الرواية وطريقة الحبكة وطريقة الأسلوب التي مشيت عليه في رواية ريتاج الاسم بطبيعة الحال لما أي شخص يكتب رواية يجب أن يختار اسم تسويقي لأنه يقال أن المقبل على الشراء ينظر إلى العنوان لعدة ثواني حتى يقرر أن يشتري هذه الرواية أو لا فلهذا الأساس مثل ما ذكرت أنه ما اخترت اسم سياسي بحت أو أمني بحت على الأساس ما يكون شبيه بالكتب التوثيقية التي اعتدنا نشوفها عن هذه القضية فاخترت الاسم أنه شوي يكون اجتماعي يرمز إلى بطلة الرواية لكن في النهاية القراء وحتى مشاهدين المسلسل رح يشوفون أن الاسم أصلا مرتبط ارتباط كبير بالتنظيم السري في دولة الإمارات أعتقد رواية ريتاج كانت بداية للأدب السياسي في دولة الإمارات لكن متأكد أنه ستكون هناك روايات أخرى ستكون هناك مسلسلات درامية أخرى ربما أفلام تتحدث عن السياسة وعن الأمن وعن القضايا الوطنية والقضايا السياسية التي تمر بها دولتنا وأعتقد أن هذا أمر نوعا ما صحي للأدب الإماراتي سيساهم بانتشارها بشكل أكبر وأيضا أمر صحي للإعلام الإماراتي أو الدرامة الإماراتية سيساهم بانتشارها بشكل أكبر بحكم أن الدول الأخرى خاصة الدول الغربية سبقتنا بسنوات في هذا المجال فنرى لنا الكثير من الأدباء العالميين يتحدثون عن القضايا السياسية التي مرت بها دولهم عن القضايا الوطنية وأيضا القضايا الأمنية بصورة توعوية للمجتمع وهذا اللي حاولت تحققها من خلال رواية ريتاج ومن خلال مسلسل خيانة وطن الجمهور لاحظت أن الرواية نوعا ما كصيرة تصنف في بند الروايات المتوسطة ليس الرواية اللي هي ثلاثين ألف كلمة أو أقل كان هناك تعمد لهذا المجال لأنني أنا شخصيا ما أحب أقرأ الرواية طويلة وشفت أن معظم فئات المجتمع معظم الشباب خاصة أننا نحن في عصر السرعة دايما يميلون للروايات المختصرة الصريحة المباشرة فحبيت أني أمشأ على هذا الاسلوب في رواية ريتاج لأنني كنت أستهدف الشباب بشكل أكبر ما أستهدف مخضرمين الثقافة اللي دايما يميلون إلى السرد الطويل والروايات الطويلة كان جمهوري واضح كان جمهوري مستهدف وقدمت لهذه الرواية بطريقة اللي توصل إياها بصورة أسرع إذا كان الطرف الآخر من سنين يتحدث عن مواجهة الفكر بالفكر فنحن اليوم نواجه الفكر بالفكر من خلال الأدب عن طريق رواية ريتاج ومن خلال الدراما عن طريق مسلسل خيانة وطن إذن نحن أمام لحظة واضحة مواجهة الفكر بالفكر لكن الغريب لما وصلنا لهذه المرحلة أيضا هناك هجوم مفتعل وكان مركز أكثر على تكذيب كل ما تم رصده من خلال الرواية وكل ما يتم عرضه من خلال المسلسل لكن أعتقد أننا نحن قدمنا الموضوع بطريقة واضحة قدمنا الأدلة قدمنا البراهين قدمنا يمكن أمور كانت صعبة الفهم على بعض شراح المجتمع قدمناها بطريقة سلسة وأيضا أحب أضيف أن بعض المعلومات المستسقى أو الموجودة في الرواية أو في المسلسل تم بناءها على ما قام الطرف الآخر بنشره سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو في مواقعهم الإلكترونية فلذلك أستغرب أن هناك هجوم على الوضع أو على المسلسل والرواية أنا أجد نفسي ككاتب إذا صح التعبير أكون كاتب مبتدئ منكم لا أكون متمرس جدا في موضوع كتابة الروايات لفقط روايتين رواية 13 كانت أول رواية لكن أعتقد أن كل شاب إماراتي له أداة للدفاع عن الوطن أنا اخترت موضوع القلم الذي يمكن أن يكرس في توعية المجتمع في الرد على القضايا الوطنية والقضايا السياسية التي تواجهها الدولة الرد على التحديات لكن بأسلوب أدبي من خلال الروايات ومؤخرا بأسلوب الدرامي من خلال المسلسلات أعتقد أن هناك شباب آخرين متخصصين في الإعلام يقدمون برامج إعلامية شباب يكتبون في الصحف في الأعمدة أيضا لهم دور كبير النشطين على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا لهم دور فشباب الإمارات كل شاب لا بد أن تكون له أداة معينة يكرسها أنا بالنسبة لي اخترت القلم وأعتقد أني باستمر مع القلم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر